طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد فاقراي من ليفربول قبل كل شيء أحب أشكر أستاذي أمانيلاد حنوم لدعوته الكريمة لي بالانضمام لهذه الحملة التفاعلية بعنوان كفاية انف يأكل رسالتي على محورين المحور الأول لعصابة النظام الحاكم في أسمره نقول لهم يكفي ظلما وبطشا لشعبنا نقول لهم يكفي تفتيتا وتمزيقا لوحدة مجتمعنا الإيرتري المسالم والمتعايش نقول لهم يكفي لعبا واستهتارا وتهديدا لاستقلال وسيادة أرضنا والتي قدمنا من أجلها مئات الآلاف من الشهداء الرسالة الأخرى والمهمة لمعسكر التقيير للقوى المنادية بالتقيير والطامحة لدولة الحريات والعدالة والقانون نقول لهم يكفي ضعفا يكفي تشرذما يكفي تشتتا أنا الأوان لنضع ملامح طريق للعمل المشترك أنا الأوان لنتحد أنا الأوان لنمذ الفرقة والشتات أنا الأوان لنضع المماحكات الشخصية على جنب ونتجه من أجل العمل لشعبنا وتحرير أرضنا والحفاظ على استقلالها والذي أصبح يخضع لمعادلات إقليمية ومصالح شخصية رسالة خاصة لإخوة الشباب يجب علينا أن نأخذ دورنا يجب علينا أن لا نترك أو ننتظر أحدا أن يقوم بما يجب أن نقوم به نيابة عننا يجب علينا أن نرتقي وأن نكون على قدر المسؤولية في تناول قضايانا أن نبتعد عن السطحية وأن نفكر في حلول جادة لتخفيف المعاناة على شعبنا إلى هنا تنتهي لسالة للمحورين لكن وأكد على المطالب التي ظلنا أكررها على الدوام في مستوى الدولة التي نحلم بها نعم لدولة الحرية والعدالة والدستور والقانون دولة المؤسسات التي نحلم بها نعم للإطلاق الفوري لكل المعتقلين والمختفين قصرا في أقبية سجون النظام العصابة بين قوسين نعم لعودة كل اللاجئين الإلثريين من جميع أنحاء العالم ولا سيما الذين يتواجدون بمعسكرات اللاجئين التي تهين كرامة الإنسان بشرق السودان أثيوبيا اليمن إلى هنا تنتهي رسالتي ولكن بدوري سأمرر الدعوة لأخوك كرام الأخ جعفر وسكة المتواجد بدولة قطر الأخ ردي إيبو المتواجد بالمملكة المتحدة لندن والأخت سلونور المتواجدة بألمانيا في رعاة الله السلام عليكم